كشف استطلاع للرأي أجراه مركز ابن خلدون لدراسات حول توجهات المواطنين بخصوص المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام المصرية بعد فضي اعتصامي رابع والنهضة وكشف الاستطلاع أن نسبة 67% يرفضون أداء الإعلام الحالي و23% يرونه يسير في اتجاه واحد وفق أجندة واحدة كما أظهرت النتائج أن 20% من الرفضين يرون أن وسائل الإعلام تعتمد على الآراء الشخصية لمقدمي البرامج الإعلامية ورأى 17% من الرفضين أيضا أن المحتوى الإعلامي الحالي يعتمد على الإثارة وتأجيج الخلافات فيما يرى 15% أن الإعلام المصري مما ممل ومتشابه